ازاي اقدر اميز نوع التعلق اللي انا اتعرضتله وازاي نوع التعلق ده يكون بيأثر على شكل علاقتي في المستقبل او انا كبير وانا بقيس انا في الحطة الصحية ولا لأ من شكل الحياة بتاعتي هل حياتي شغالة ولا حياتي متوقفة لو انا حياتي متوقفة في شكل ارتباطاتي مش هارف ارتبط او لو ارتبطت انا طول الوقت عندي مشكلة في الارتباط بتاعي ده مؤشر بيقولي ان انا عندي مشكلة في حينة في الحطة دي صحيح مش هنفتكر المراحل الاولانية في حياتنا بس احنا بنقدر نفهم من سلوكياتنا النهاردة لانها انعكاس للي احنا مرينا بيروحنا اطفال عافة بحب شابه دي بايه لما تبقي ماشي على حقل اخضر كده الورقة اللي في الحقل بتقولك في ايه تحت التربة يعني الورقة بتاعت الجزر بيقول ان ده جزر ده تماطم بالزرط تالسلوكيات اللي بتخرج مننا النهاردة مشاعرنا ومخاوفنا تعلقاتنا وتجنباتنا كل سلوكيات بتاعتنا النهاردة بتقول ايه اللي احنا مرينا بيه في المرحلة اللي احنا فيها صغيرين قوي ما شفناش ده وادركناهوش وإحنا لسه صغيرين يمكن ما يفدنيش قوي ان انا اعرف اللي حصل وانا طفل بس انا هيفدني النهاردة ان انا اشتغل في ده على نفسي علشان اقدر اعمل علاقات اكتر صحة واشتغل على علاقاتي اكتر